آتيا من الإمارات كورونا يصل أخيرا إلى اليمن ويحط في ميناء الشحر بحضرموت بعد يوم من إعلان التحالف السعودي وقف عملياته العسكرية من دون أن يوقفها في الواقع المعلومات تباينت وتضاربت حول المصاب قبل أن تؤكد لجنة الطوارئ في حكومة هادي لاحقا يمنيته ما يكشفها شاشة إجراءاتها الاحترازية لو كان هناك تجاوب من وزارة الصحة في حكومة المرتزقة كان سيكون الوضع أخف علينا وعليهم بشكل كبير جدا وكنا سنحمي بلادنا وكنا فعلا على خطوة واحدة من إغلاق جميع المنافذ وحماية البلاد بشكل كامل من دخول هذا الوباء اتهامات كثيرة وجهت لتحالف الحرب بإدخال الوباء ولحكومة هادي بالاستهتار بحياة الملايين بإبقاء المنافذ والموانئ مفتوحة رغم التحذيرات المتواصلة من خطورة وصول الجائحة إلى البلد المدمر والمنهك بفعل الحرب في حين اتهمت صنعاء حكومة هادي برفض التعاون وتوحيد الجهود والامتناع عن تزويدها بكشوفات أسماء العائدين من الخارج طرد أن يكون هناك غرفة عمليات موحدة وأن يتحدوا معنا في مكافحة هذا الوباء لأن الوباء لن يستهدفني أو يستهدفهم أو يستهدف أي شخص هو يستهدف اليمن ككل تأكيد أول حالة كورونا في اليمن أقلق وكالات ومنظمات الإغاثة الدولية معتبرة الأمر ضربة مدمرة لبلد دمرت الحرب نظامه الصحي المتهالك وتسببت في نشر الأوبئة والأمراض التي فتكت بآلاف اليمنيين على مدى سنوات ما كان يخشاه اليمنيون وقع وما لم يوقف التحالف حربه فعليا بعد أن نجح في إدخال وباء كورونا وتوحد الأطراف اليمنية جهودها في مواجهته فسيكون السيناريو مرعبا للغاية أحمد عبد الرحمن صنع الميادين